اشتركوا في القناة في هذا اليوم إن شاء الله سوف يكون موضوع درسنا استعمال النقود نفتح جميعاً بارك الله فيكم على صفحة 150 الجميع يستعد ويفتح كتابه على صفحة 150 الجميع وجد موضوع الدرس استعمال النقود أحسنتم في درسنا لهذا اليوم سوف أقارن قيم النقود بأسعار السلع أقارن قيم النقود بأسعار السلع وسنتعلم اليوم مقارنة قيم النقود بأسعار السلع عبر العديد من الأمثلة التي سوف نأخذها سوياً هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم لدينا هذا الطالب الذي يحمل الكرة ويريد أن يشتريها وننظر سوياً إلى الشاشة ثمن الكرة سبعة عشر ريالاً نريد أن نعد النقود التي مع هذا الطالب لكي أعرف هل ما معهم النقود يكفي لشراء الكرة أم لا انظروا نريد أن نعد مجموعة النقود التي معه عشرة نضيف إليها خمسة كم أصبح؟ نعد سوياً عشرة زائد خمسة يساوي خمسة عشر أحسنتم ثم نضيف إليها واحد ستة عشر بالفعل ثم نضيف إليها واحد كم أصبح لديه؟ مجموعة هذه النقود سبعة عشر ريالاً وثمن الكرة سبعة عشر ريالاً هل يستطيع أن يشتري الكرة؟ هل تكفي هذه النقود لشراء الكرة؟ هل ما لديه من مبلغ نقدي كافياً لشراء الكرة؟ نعم لأن لديه سبعة عشر ريالاً وثمن الكرة سبعة عشر ريالاً بالتأكيد لقد تمكن من شراء الكرة لأن المبلغ الذي لديه هو يكفي لشراء هذه السلعة ننتقل إلى أتأكد التدريب الأول لدينا هذه العلبة التي تحوي مجموعة من الألوان قيمة هذه العلبة سبعة وعشرون ريالاً ماذا نريد؟ نريد أن نقارن قيم النقود بأسعار السلع لديه المبلغ الذي تشاهدونه ونعد سوياً هذا المبلغ عشرة عشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون لقد أجرينا عملية عد النقود عشرة عشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون وثمن السلعة سبعة وعشرون هل تكفي هذه النقود لشراء المطلوب وهو هذه الحقيبة التي تحوي علبة الألوان نعم أم لا أحسنتم نعم إنها تكفي لأن المبلغ سبعة وعشرون وثمن السلعة سبعة وعشرون أحسنتم ننتقل إلى المثال الثاني قيمة هذه السلعة وهي عبارة عن دفتر جميل ثلاثون ريالا هل تشاهدون المبلغ؟ ثلاثون ريالا قيمة هذه السلعة والتي عبارة عن هذا الدفتر نعد النقود التي لدينا عشرة عشرون أحسنتم خمسة وعشرون وهنا قطعة نقدية من فئة ريالين فيصبح الناتج سبعة وعشرون أحسنتم وقطعة نقدية من فئة الريال بالفعل أصبح المبلغ ثمان وعشرون ريالا لديه ثمان وعشرون ريالا وقيمة السلعة ثلاثون ريالا هل تكفي هذه النقود لشراء السلعة؟ هل تكفي؟ أحسنتم لا لأن المبلغ النقد الذي لدي بعد أن قمت بعد النقود وجدت أنه أقل من ثمن السلعة ومن أجل ذلك لا أستطيع أن أشتري هذه السلعة ولا تكفي هذه النقود لشراء هذه السلعة ننتقل إلى التدريب الثالث ونريد أن نفكر سويا أتحدث أتحدث مع منال أربع أوراق نقدية من فئة عشر ريالات نذهب إلى منال ونشاهد عشرة عشرون ثلاثون أربعون أربع فئات نقدية من فئة عشر ريالات لقد وضعناها في الجانب الذي يخص منال ولدى مشاعل خمس أوراق نقدية من فئة خمس ريالات واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة لدينا خمس فئات من فئات خمس ريالات خمس أوراق من فئة خمس ريالات لمشاعل أي منهما تستطيع أن تشتري لعبة ثمنه وثلاثون ريالا لقد رأينا جميعا لقد رأينا جميعا أن منال لديها أربع أوراق نقدية من فئة عشر ريالات كم لديها كم لديها أحسنتم أربعون ريالا ونرى أن مشاعل لديها خمس أوراق نقدية من فئة خمس ريالات وبالتالي يصبح لديها خمسة ثم خمسة عشرة ثم خمسة خمسة عشر ثم نضيف خمسة عشرون ثم نضيف خمسة أحسنتم بالفعل خمسة وعشرون ريالا من منهما تستطيع شراء اللعبة؟ أحسنتم منال تستطيع أن تشتري اللعبة لأن لديها أربع ريال وهي كافية لأن سعر اللعبة ثلاثون ريالا بينما مشاعر لديها خمسة وعشرون ريالا وهي ليست كافية لشراء اللعبة التي يبلغ قيمتها ثلاثون ريالا لدينا أيضا هذا المثال لدينا هذا الطقم من الإبريق الشاي ومستلزماته من الفناجيل ومجموعة ما يوضع به السكر مجموعة جميلة ولونها جميل هذا اللون البنكي كما تشاهدون وسعر هذا الطقم ستة وثلاثون ريالا نريد أن نحسب كم المبلغ الذي لدينا وهل يكفي لشراء هذه السلعة؟ إذن نقيم عدد النقود ونعدها سويا عشرة أحسنتم عشرون هيا فلنكمل خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون إذن لدينا بعد أن قمنا بعد النقود وجدنا أن لدينا ستة وثلاثون ريالا وثمن السلعة ستة وثلاثون ريالا هل هذه النقود كافية لشراء هذه السلعة؟ المطلوبة بالفعل أحسنتم نعم نستطيع لأن المبلغ هو يساوي قيبة هذه السلعة ننتقل بعد ذلك إلى هذا التدريب لدينا هذه اللعبة أتشاهدون المهرج؟ إنها لعبة جميلة ثمن هذه اللعبة ثلاثة وعشرون ريالا ولدي هذا المبلغ من النقود خمسة ثم من فئة الريالين القطعة النقدية لدي قطعتين خمسة سبعة تسعة ولدي من فئة الريال من القطعة النقدية أيضا قطعتين فأصبح الناتج عشرة أحدى عشر إن ما أملكه من نقود بعد أن قمت بعد هذه النقود هو أحدى عشرة ريالا هل كمنا بالعدل الصحيح؟ فنتأكد خمسة سبعة تسعة عشرة إحدى عش بالفعل أنا لا أملك إلا أحدى عشرة ريالا هل أستطيع أن أشتري هذه اللعبة الجميلة؟ هل أستطيع؟ أحسنتم لا أستطيع لأن المبلغ الذي لدي لا يكفي لشراء هذه السلعة وهو أقل بكثير من قيمة السلعة التي أريد شراؤها ننتقل إلى التمرين التالي يا أبطال ولنعني نرى جيدا نرى جيدا هذه اللعبة التي عبارة عن طائرة لونها حمراء وقيمتها ثمانية عشر ريالا هل تشاهدون القيمة؟ هل تشاهدون القيمة؟ أحسنتم ثمانية عشر ريالا هي قيمة هذه الطائرة الحمراء نعد النقود عشرة خمسة عشر ستة عشر إنما نملكه من نقود هو ستة عشر ريالا وثمن هذه اللعبة والتي عبارة عن هذه الطائرة الجميلة ثمانية عشر ريالا هل أستطيع شراء هذه اللعبة؟ أحسنتم لا أستطيع شراء هذه اللعبة لأن النقود الذي معي لا تكفي لشراء هذه اللعبة إن المبلغ الذي لدي ستة عشر ريالا وثمن اللعبة ثمانية عشر ريالا فبالتأكيد ليس لدي ما يكفي لشراء هذه اللعبة انظروا إلى هذا المكعب أتعرفونه كثيرا ما نلعب به مع أهلنا وأسرتنا وأخواننا وزملاءنا ونرى من هو القادر على أن يجعل جميع الأوجه لها اللون المستقل بها هل عرفتموه هذا المكعب الذي ممكن أن نعمل عملية الاستدارة حتى نصل إلى الشكل المطلوب وننجح في إنجازه قيمة هذا المكعب أحد عشر ريالا أحد عشر ريالا كم لدي من النقود والنعد سويا هيا عشرة خمسة عشر عشرون واحد وعشرون بالفعل لدي واحد وعشرون ريالا وقيمة اللعبة أحد عشر ريالا من منكم يستطيع أن يقول لي هل أستطيع أن أشتري هذه اللعبة وهل تكفي النقود التي معي لشراء هذه السلعة المطلوبة بالتأكيد نعم لأن المبلغ الذي لدي أكبر من قيمة السلعة وهو واحد وعشرون ريالا أكبر من أحد عشر ريالا وبالتالي أستطعت أن أشتري وأقتني هذه السلعة لأن النقود التي معي كافية لعملية الشراء ننتقل بعد ذلك إلى حل هذه المسألة مع خالد خمس أوراق نقدية من الفئة نفسها مجموعها خمسة وعشرون ريالا ما فئة الأوراق النقدية التي ما أخذت كما تشاهدون لقد بدأنا بفئة العشر ريالات ووضعنا أمامكم خمس أوراق نقدية من فئة العشر ريالات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة فهل هذه الفئة والتي عددها خمس أوراق نقدية كافية لأن تمنحني الرقم خمسة وعشرين والذي هو مجموع ما مع خالد فنجري عملية العد سويا عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون نجد أن المبلغ أكبر من المبلغ الذي مع خالد فخالد فقط لديه خمسة وعشرون ريالا وبالتالي فئة العشرة لا تناسب ومن أجل ذلك سوف نحذفها سنجرب مع فئة أخرى ونجرب فئة الخمس ريالات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة مع خالد خمس أوراق نقدية لا بد أن أأتي بخمس أوراق نقدية من نفس الفئة وهي فئة الخمس ريالات جربنا فيما قبل ذلك العشر ريالات ووجدنا المبلغ لا يتساوى ولا يتطابق مع مجموع ما لدى خالد وهو خمسة وعشرون ريالا الآن بعد أن أتينا بفئة الخمس ريالات فنجري عملية العد سويا نبدأ فنبدأ خمسة عشرة نضيف إلى خمسة كما أصبحت أحسنتم خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ومجموع ما لدى خالد خمسة وعشرون إذن بالفعل هذه هي الإجابة الصحيحة وفئة الأوراق النقدية التي مع خالد نكتب سويا في هذا السطر فئة خمس ريالات فئة خمس ريالات ولقد أثبتنا ذلك أمامكم بعد أن قمنا بعملية عد النقود لهذه الفئة زميلكم الوليد معه أربع ورقات من فئة عشر ريالات وورق واحدة من فئة الريال فهل يستطيع شراء حذاء سعره سبعة وثلاثون ريالاً؟ الوليد يحب دائماً المشي مع والده في الحديقة وأراد أن يقتني هذا الحذاء لكي يمشي مع والده ووجدنا أن سعر هذا الحذاء سبعة وثلاثون ريالاً وسوف نوضح لكم الآن أربع ورقات من فئة عشر ريالات يملكها الوليد بالإضافة إلى ورقة واحدة من فئة الريال كما تشاهدون هل رأيتم؟ عشرة عشرون ثلاثون أربعون واحد وأربعون هل تشاهدون ذلك؟ إذن بالفعل الوليد يستطيع ذلك لأن مجموعة الأوراق التي لديه واحد وأربعون ريالاً وسعر الحذاء سبعة وثلاثون ريالاً ننتقل للتالي نريد أن نشتري هذه الدمية وهذه اللعبة سعرها خمسة وخمسون ريالاً ولدينا هذه الأوراق النقدية التي نملكها ونحسبها سوياً فلنبدأ عشرة عشرون ثلاثون خمسة وثلاثون أربعون خمسة وأربعون خمسون إذن معي خمسون ريالاً وسعر اللعبة خمسة وخمسون ريالاً هل يمكنني شراء اللعبة؟ لقد أتيت لكم بهذا المثال لكي أرى مدى استيعابكم وفهمكم هيا أيها الأبطال لدي خمسون ريالاً وسعر اللعبة خمسة وخمسون ريالاً بالفعل أحسنتم لا يمكنني شراء هذه اللعبة الآن أريد من ولي أمر الطالب أن يمارس هذا النشاط مع ابنه أو ابنته في المنزل اعرض على طفلك سلعة ثمنها أقل من مئة ريال أي سلعة قيمتها أقل منه واطلب منه تكوين مجموعتين من العملات النقدية لتمثيل السلعة ونفرض مثال مثال أن السلعة وهي عبارة عن ساعة الحائط وسعرها ثمانون ريالاً واترك بعض الأوراق النقدية عند ابنك لكي يستطيع أن يكون مجموعة نقدية تساوي ثمن هذه الساعة وهي الساعة الحائط فقد نعطيه ثمن قطع ثمن أوراق نقدية من فئة العشر ريالات وقد نمنحه ستة عشر ورقة من فئة الخمس ريالات ونستطيع أن نعطيه فئات أخرى حتى يصل إلى النتيجة المطلوبة تعلمنا اليوم أعزائي الطلاب مقارنة قيم النقود بأسعار السلعة وذكرنا أن استعمال النقود نبدأ بعملية ترتيب النقود بحسب قيمتها العشرات ثم الخمسات ثم فئة الريالين ثم فئة الريال نرتبها حتى نستطيع أن نعدها بشكل صحيح نأتي بعد الترتيب كما ذكرنا نعد النقود وأواصل العد عند الانتقام من فئة نقدية إلى فئة أخرى أنتهت من العشرات أنتقل إلى الخمسات ثم إلى فئة الريالين ثم إلى فئة الريال هكذا وفي الختام أقارن المجموع بالسعر ظهر لدي المجموع هل هو يساوي السعر أم لا وصلنا إلى نهاية درسنا أعزائي الطلاب شكرا جزيلا لكم على استماعكم وعلى مدى مشاركتكم المميزة نلتقي إن شاء الله على خير في أمان الله شكرا جزيلا لكم